بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت مع سفير لتوانيا بالقاهرة أرتوراس جلوناس تعزيز التعاون بين مصر وليتوانيا في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها التحول الرقمي وتكنولوجيا المالية والأمن الصيبراني وأكد طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ العديد من المبادرات في إطار استراتيجية مصر الرقمية التي ترتكز على عدة محاور تشمل التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية ودعم الإبتاع التكنولوجي وريادة الأعمال معربا عن حرصه على تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى أهمية عقد لقاءات افتراضية عبر الإنترنت بين الخبراء في مصر وليتوانيا لطرح الرؤى حول المجالات ذات الاهتمام المشترك